عندنا كمان في محافظة الجيزة سيادة الواء أحمد راشد محافظة الجيزة أعلن عن استقبال 155 ألف طلب تصالح وبقيمة بقى تحصيل حوالي مليار وربع جنيه حتى الآن وقال المحافظ أنه جاري وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات لتنظيم العمران خلال المرحلة اللي جاية من محافظة الجيزة نشوف برضو محافظات الصعيب عندنا محافظة بني سويف وعلى لسان دكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قال أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء تخطت 112 ألف طلب في محافظة سهاج إجمالي المبالغ المالية اللي تم تحصلها 522 مليون جنيه إجمالي عدد الطلبات اللي تقدمت في سهاج 485 584 طلب تصالح في محافظة الشرقية المحافظ دكتور ممدوح غراب قال أن المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية القروية استقبلت طبعا الشرقية كانت برضو من أكتر المحافظات في قصة مخالفات البناء وتعادي على الأرض الزراعية فقال المحافظ أنه عندنا لغاية دلوقتي 18742 طلب لغاية يوم 14 نوفمبر وتم تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح تبقى للقانون وأكد المحافظ أن الدولة مهتمة طبعا بشكل كبير بملف التصالح في مخالفات البناء كفر الشيخ سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قال أن عدد طلبات التصالح تخطت 96 ألف طلب تصالح بقيمة 454 مليون 523 ألف جنيه يعني بشكل عام طبعا عشان الوقت بس يعني شايفين الحمد لله أن الدنيا تحركت ناس كتيرة استجابت ناس كتيرة فهمت الفكرة واستوعبت أهمية التصالح في مخالفات البناء وأن ده لصالح الترفيين لصالح المواطن المصري وصالح الدولة المصرية بشكل عام إنك يبقى عندك بقى العمران مخطط منظم عارف أولك من أخرك ما ينفعش بقى أن احنا في حدة أرض زراعية نبني عليها تطلع بره خط البناء الكلام ده كله بقى مرفوض إنك عايز تكون دولة حديثة دولة علمية دولة مخططة فالفوضى بقى وكلام ده لن يتم التسامح ولا السماح بي على الإطلاق إنه دولة القانون بقى هتكون هي المفتاح وكلمة السر وطبعا وإحنا بنتكلم قولك فيه ملايين تتقال دي ده جميل الفلوس دي هتروح فيه فلوس دي لينا فلوس دي لما بنتكلم على إنه هيبقى جزء منها للمحافظات جزء منها يروح للخزانة جزء تاني هتكلمها نشتغل بقى على مرافق نشتغل على صرف الصحي نشتغل على مية إن كل الكلام ده يعني يتم مده وتكون الدولة المصرية كلها متمتعة بالمرافق لما تكون مخطط فبالتالي تبقى عارف أنت بتخط فيه والمرافق أو البنية التحتية محتاجها في أي مآكن وأي محافظات